السلام عليكم ورحمة الله اهلا بيكم معانا في قناة بيتي بيتك النهاردة باذن الله هشرح لك بالتفصيل احدث اصدار من عجانات اديسون من السيف غالري هعرفك المواصفات وامكانيات ومميزات العجان وفي اخر الفيديو هعرفك العيوب اللي ممكن تكتشفيها في العجان لما تشتريه عشان تحددي انت هتشتريه ولا لأ وكمان علشان ما تندميش بعد ما تشتريه العجان الفين واط 8 سرعات العجان 10 لتر 3 سنين ضمان الاصدار نازل منه 3 الوان اللون الاخضر المنت وده افضلهم واشياءكم واللون الرمادي الهادي واللون الابيض وكل حد هيختار اللون اللي يناسب المطبخ عنده حسب زوقه بيجمع العجان كارت دمان 3 سنين زي ما قلنا وكتيب التعليمات علشان يعرفك الطريقة الصحيحة للاستخدام وده مهم جدا ان انت تقريه بتركيز سواء كتيب تعليمات العجان او اي جهاز تاني جديد وكتيب التعليمات ده مهم تقريه قبل الاستخدام لان الشركة المصنعة هي افضل حد هيقولك على الطريق التشغيل الصحيحة للجهاز وازاي تحافظ عليه خلينا مع بعض نشوف الجهاز نفسه من اول ما تفتحي الكارتونة وتطلعي العجان هتشوفي منتج فعلا فخم وراقي وشيك وهتعرفي قد ايه جودة الجهاز وكمان منتج سهل في الاستخدام من اول الاربع كوتشات الصغيرين اللي بيسبتوا الجهاز او العجان على الرخامة لغاية الملحقات اللي بتيجي مع العجان نفسه طيب ايه هي الملحقات اللي هتيجي مع العجان وعاء العجن 10 لتر استلس وشكله بيكون شيك جدا وليه ايدين علشان سهولة الاستخدام فعلا الشركة اكتر حاجة محافظة عليها ان انتي تستخدمي الادوات بسهولة وبيجي معاه 3 ملحقات للعجن والخفق مع شفشة الخلاط مع المفرمة والمطحنة يعني الخلاط 4 اجهزة عجان خلاط مفرمة مطحنة في جهاز واحد بمطور واحد قوي 2000 واط فلو شفنا التلت قطع اللي بيجوا مع العجان هتلاقي قطع للعجن التقيل والويسك الخفيف وده بنستخدمه للخفق البيض او الكريم شمطي او الحاجات الخفيفة وقطع تانية للعجن الخفيف زي مثلا عجنة الكريب او العجين اللي بتبقى خفيفة وما فيهاش سمنة او زبدة اما لو جينا نشوف طريق التركيب المفرمة فطريقة تركيبها سهلة من الجزء الامامي للعجان بنشيل الغطا وبنركب المفرمة والمفرمة بيجي معاها قطعتين قطعة المفرمة نفسها وطبق علوي لوضع اللحم او الحاجة اللي انت محتاجة تفرميها اما الخلاط بيستخدم في الجزء الخلفي للعجان وكذلك المطحنة بتتركب في نفس المكان اللي بيتركب فيه الخلاط بتشيل الغطا في الجزء الخلفي بتركبي الخلاط طبعا فيه طريقة معينة مرسومة عندك تركبي فيها الشفشق بتاع الخلاط او المطحنة لانك لو ركبتي اي حاجة فيهم غلط الجهاز مش هيشتغل ولو انت عايزة تشغلي الجهاز لازم يا اما تحطي المطحنة يا اما تحطي شفشق الخلاط يا اما تحطي الغطا لكن لو اي حاجة من التلاتة دول مش محتوطة على الجزء الخلفي من العجان العجان مش هيشتغل وده طبعا امان علشان الاطفال اما بالنسبة لاستخدام العجان ففيه في الجنب دراع صغير بمجرد ما تلف فيه لفة بسيطة بيترفع نص العجان لفوق بسهولة العجان كمان ليه غطة شفاف علشان المكونات اللي انت بتستخدميها في العج ما تبهدلش الدنيا زي الدقيق مثلا ما يطلعش برا حالة العجن اسناء استخدام العجان وكمان الغطة الشفاف ده لمتابعة العج الغطة هتلاقي فيه فتحة لاضافة اي اضافات اسناء الاستخدام يعني ممكن تزودي دقيق ممكن تزودي بيض ما تضطريش تشيلي العجان نفسه علشان تزودي مكونات ولكن من خلال الفتحة دي تقدري تزودي المكونات اللي انت عايزاها العجان ليه بكرة بشاشة تاتش ديجيتال بتثبطي عليها وقت التشغيل بعدها بيفصل لوحده كمان الشاشة فيها زر للتشغيل المتقطع يعني تقدري تشغلي العجان تكات وتسيبيها تكات وتسيبيها العجان طبعا شغال بمطور واحد بمعنى لو شغلت الخلاط وحب تشغلي العجان في نفس الوقت او المفرمة او الخلاط والمفرمة كلهم بيشتغلوا مع بعض من بكرة التحكم مفيش زرار او مفتاح مستقل لكل جهاز ولكن لو حبيت تشغلي جهاز واحد مثلا زي العجان بس او الخلاط بس بتقفلي الاجزاء اللي فوق اللي قلنا عليها الجزء الخلفي من العجان من فوق او الجزء الامامي من العجان من فوق وبتشغليه وبشتغل عادي الجهاز لوحده ولكن من نفس بكرة التحكم العجان فيه 8 سرعات برضو بنتحكم فيها من خلال الشاشة التتش اللي احنا بنشغل منها العجان او بنزبط منها وقت تشغيل العجان العجان كمان فيه امان عالي بمعنى لو ركبتي مثلا الخلاط بطريقة مش صحيحة مش هيشتغل حفاظا على الجهاز وامان ضد عبس الاطفال وخليني هنا اقولك ملحوظة مهمة لو عايزة تحافظي على العجان ما تشغلهوش فترة طويلة على السرعات العالية ومهم اثناء استخدام العجان تريحيه علشان الموتور ما يتحرقش والتزمي بكميات المحددة في الكاتلوب وطريقة التشغيل بل وقللي كمان عنها شوية ده افضل وللامان كمان التزمي بطريقة الاستخدام الصحيحة وتنظيف الجهاز باستمرار علشان الجهاز يعيش معاكي قطول فترة ممكنة نوصل هنا للنقطة الاخيرة والاهم من الفيديو لو جينا نتكلم عن عيوب العجان الضمان مش متاح في كل الدول العربية صوت العجان مرتفع نسبيا على السرعات العالية زي السرعة السبعة والثمنة لكن بعض المستخدمين اعتبروا ان صوته مش عالي على السرعات المنخفضة لغاية السرعة الستة رقم ثلاثة اهتزاز العجان أثناء التشغيل على السرعات المرتفعة زي السرعة السبعة والثمنة رغم وجود أقدام كويتش للتثبيت العجان هو فعلا مش بيتحرك من مكانه ولكن بيهتز اهتزاز يعني فيه ناس بتشوفه ان اهتزاز أكتر من الطبيعي العيب الرابع ان العجان شغال بمطور واحد يعني لما بتشغال العجان بيشتغل معاه المفرمة والخلاط وبالتالي لو انت معتمدة على العجان في جهاز زي الخلاط ولو لقدر الله حصل أي حاجة أو أي عطل بسيط في مطور العجان هيعطلك الأربع أجهزة وطبعا دي هتبقى مشكلة لأي ستبيت ان يبقى عجان ومفرمة وخلاط ومطحنة كل ده بايز عندها فطبعا ده هيعتبر عيب خطير من عيوب العجان فمهم جدا استخدامه بحرص علشان ما تضغطيش على المطور لقدر الله يتحرق منك أو يبوز فاستخدميه بحرص العيب الخامس ان العجان 2000 واط وبالتالي قوي جدا ومع ذلك خمات العجان من برة مختلطة بالبلاستيك وكان أفضل ان عجان بالقوة دي الخمات بتاعته تكون من الستلس بس علشان يبقى أقوى ويبقى فيه قوة تحمل للعجان أكتر ولكن يبقى العجان ممتاز مناسب جدا لأي حد بيستخدم العجان كتير أو حد بيشتغل مثلا في المعجنات أو عنده مشروع من البيت في المعجنات كمان مناسب جدا للسعر اللي بيتباع به يعني جودة مناسبة للسعر وبكده أكون قلتلك كل المعلومات اللي عندي النهاردة يراب تكونوا استفدتوا لو استفدتوا معنا دعمونا بلايك اشتراك كومنتو محفز والسلام عليكم ورحمة الله